ديون مودي مقطع يا حبايب مبرحة أولا كان ذكرى وفاة عبود العمر يا الله يرحمها يا رب اللي يعرف القصة مالتي ترحمها بالكومنتات انو الله يرحمها يا رب ويجع مثواد جنة الخبر هو اللي عادنا عن قمر الطاي وشونه سويت في دبي في البداية نزلت هذا التك توك يا حبايب لتتهم شوية اشخاص انهما حياة وغدارين فبهذا التك توك هم كانت لابسة خاتم من وعات راح تكونوا بيت اقصود يا ميارا يا مان نورمار مدرسة حكتما بيكم التاس شوية توقعاتكم بيضاف انو قمر طاي يا حبايب التقت بيا غيث مروان ونزلت هذا الاستور البيا حاطوا صورته وحطوا عليه قلوب بيضاف ايا حبايب نزلو شوية استورات بيا بعض شوية استورات الضحة ايكا عليك ونحط لكم اياها شوفوها شوفوها لا انا كنش حابة امشي يام غيث لان شوف شوف اوزنك لي لا نفس المستوى نفس المستوى لوك اتمي لوك اتمي انت وصل عن كتفي اعمشي بيضاف انو غايث مروان نفيفي حب بينو بالقمر طايب بعد تنزلي لهذا الاستوري حاطوا تميم حب بينو بالقمر وكاتب بليشن قصص تصاميم حب يعني واقصد انو ماكو ايشي بينو بالقمر فرج rear Tennysitsite منتمفل هذا الشي ننتقل حالية الاحمد ابو الربيا حبايب تنزلي لهذا الاستوري اللي يقول بي ان ريلاسف هو مريض كاتبان مريض باللغة في الستوري الثاني كان من داخل المستشفى يا حبا مثل ما شايفين حطير سيروم فالله في يا رب ننتقل حاليا للصلحة اللي صار بين برهم المعراوي وانس الشاي فنزلوا هذه الصورة ويا بعض على موضوعين ينفون اي علاقة او اي اشاعات انو اكون مشاكل بيناتهم وكل صار بياتهم مجرد ضحاكموا اكثر فالله ديومهم البعض وطبع اكتبوا لبالكومنتاج شاركوا بهذا الشي ننتقل حاليا نور ساريا حبايب واخيرا جدتي العراق فنزلت هذا الستوري من داخل العراق قد قول انا اسعد انسانا حاليا وصورت فلوكات واشياء خرافية بالعراق ومفاجآت وطبع كمش متحمسين المقطع حتنزل اليوم على العراق فكتبوا لبالكومنتاج قد تمتحمسين الى ننتقل حاليا المريم وهلي هي ترى اتزوجت فنزلت هذه الصورة فستان العرس اللي اغلب طبعا توقع انه هي اتزوجت واختها اسو نزلت هذه الستوري كاتبع عرستنا وحط خاتم وحط الصورة مال مريم فهلي اترى في فعليا اتزوجت ماذا اصراح اكتمنوا بالكومنتاج شون توقعاتكم وبالختام عن نور مريم حبايب تنزيل هذه الستوري بهذا الستوري تندي حمس بيع المقاطع القادمة والاشياء الخرافية راح يسويها باضافة ننزل هذه الستوري لحمس بيع المقطع حين نزل اليوم يقول بي انه كلش رهيب راح يكون هو عيد ميلاد لانا راح ترككم استوريات شوفوا جد بحبكم كتير لا انا بحبكم اتخطط شعور الحب يعني العشق الادمان شكرا كتير لكم لكل دعمكم هلا تسمعوا على خير وفي اشياء كتير جايب الايام بس ادعوني 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 انه اكون قدة شكرا شغلة تانية سيطا لكم يا قبل ما تروحوا هاليوم راح تسمعوا خبر حلو فان شاء الله يزبط شكرا لدعم والله اي لوفيو بوصلوا لحبايب نصوات المقطع فتنو بطابليكات شانيكم فيهت زين من قادمة القصص احبكم ومع السلامة